نظمت مدرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية على مدار يومين إلى قرية بني مؤمنة بمركز بيبا جنوب المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف القافلة للتقديم كافة الخدمات بالمجان للمواطنين داخل القرية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأوضح وكيل وزارة الصحة بني سويف محمد يوسف عبدالخالق أن القافلة تم تنظيمها على مدار يومين وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1500 مواطن من خلال 10 عيادات في 9 تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات إلى المستشفيات الاستكمالي العلاج